الوضع المزري الذي يعيشه القطاع الصحي في العراق والذي ظهرت معالمه جلية عقب تفشي وباء كورونا يشكل أبرز أوجه الفساد والفشل الحكوميين فبالرغم من تخصيص عشرات المليارات من الدولارات من أجل إعادة تأهيل وبناء المستشفيات والمراكز الصحية إلا أن المؤسسات الصحية في هذا البلد النفطي لا تزال بعيدة عن بلوغ مرحلة تقديم أقل مستوى من الخدمات لمواطنية وهي عاجزة تماما عن مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا إدارة الحكومة الحالية للأزمة الصحية رافقها الفشل منذ اللحظات الأولى لإعلان دخول الفيروس إلى البلاد أصوات كثيرة تعالت منتقدة هذا الفشل مطالبة بتغيير الإجراءات الحكومية منها تصريحات النائبة منار عبد المطلب حيث قالت إن خيار حضر التجوال سواء كان شاملا أم جزئيا بات شكليا وفقد حيويته كإجراء حكومي في مواجهة الفيروس وهذا ما عكسه تحذير وزارة الصحة الأخير من التهون وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية وبيّنت النائبة أن معدلات الإصابة لا تزال مرتفعة بالرغم من حضر التجوال خلال أيام عيد الأضحى نهيك عن الأضرار البالغة التي لحقت ولا تزال بالعائلات البسيطة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود كذلك عكست تصريحات عضو لجنة الصحة النيابية عبد عون العبادي مخاوف كبيرة من تفاقم الأزمة الصحية في البلاد العبادي رأى أن تسجيل العراق نحو خمس آلاف إصابة بكورونا يوميا بات أمرا واردا بقوة وأن الواقع ينذر بأيام مقبلة شديدة الخطورة العبادي أوضح أن العراق سجل خلال الأربعين يوما الأولى من انتشار الفيروس ألف إصابة أما اليوم فهو يسجل يوميا عددا يزيد عن الألفين ما يدل على انتشار الفيروس بشكل كبير في البلاد وفي خضم أزمة انتشار كورونا في العراق وتصاعد أرقام الضحايا المعلنة وغير المعلنة ومع اقتراب مواعيد بعض المناسبات الدينية تتصاعد التحذيرات من موجة ضخمة من الإصابات بالفيروس بسبب التجمعات الكبيرة الأمر الذي سيمضي بالعراق نحو مستقبل صحي لا تحمد عقبة ترجمة نانسي قنقر